اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صالة الاقلام نستعرف فيه لكم ما جاء في الصعف المحلية العربية والدولية وتابعونا بعد فاصل قصير البداية من صحيفة العرب جديد جاء فيها العراق بين الدولة والمذهب بقلم اياد الدلامي يقول الدلامي يتصعد الجدل في العراق يوما بعد اخر بسبب تعديل قانون الاحوال الشخصية مؤخرا الذي تسعى اليه كتل برلمانية شيعية وفقا لمشرعين وقانونيين حيث يعد قانون الاحوال الشخصية العراقي هذا لعام 1959 من بين اكثر القوانين العربية والاسلامية عصرية حيث وازن بين التشريع الاسلامي وسلطة الدولة الحديثة إلا أن التعديل الجديد هذا ينتج ما يشبه بسلطة موازية لقضاء الدولة ويثير مخاوفها من تهديد كرامة المرأة العراقية وحقوق المواطنين كافة في ظل سطوة رجال الدين الشيعة وتأثيرهم الكبير حسب ما يقول الكاتب على النظام السياسي في العراق يقول يخشى البعض أن يعزز هذا التعديل من سيطرة المذهب على حساب سلطة الدولة ويهدد كذلك بوحدة المجتمع العراقي المتماسك الذي يعاني أصلا بالفعل من التوترات الطائفية ينتج التعديل الجديد على القانون ما يشبه السلطة الموازية لقضاء الدولة وقوانينها فهو يفتح المجال واسعا على تعديلات كبيرة على هذه السلطة تبدأ من قبول العقود التي تجري خارج منظومة الدولة إلى حق زواج القاصرات إلى التلاعب بالميراث الخاصي وبالحضانة وغيرهما تعديلات كثيرة رأت فيها منظمات قانونية وتشريعية وحقوقية وحتى برلمانية في العراق ليس تعديا على سلطة الدولة فقط وإنما أيضا امتهانا فاضحا لكرامة المرأة وجعلها سلعة للتمتع والأمر على ما يبدو أبعد من أن يكون مجرد تعديل قانوني على قانون النافذ وإنما هو بمثابة رصاصة أخرى تطلق على جسد الدولة في العراق وهو جزء من مشروع أكبر من مجرد التعديل على القانون بل محاولة لإيجاد سلطة أخرى خارج نطاق الدولة سلطة بيدها صولجان التشريع والفقه بيدها سطوة رجال الدين الشيعة سلطة تسعى إلى تجريد الدولة مأدواتها تماما كما جردت من الأداة الأهم القوة التي يجب أن تكون محتكرة بين الدولة بعد تأسيس الحجد الشعبي الذي صار اليوم بعدة وعدد وقرار سياسي تفوق ما لدى الدولة بل وصل الأمر إلى أن قرار السلم والحرب لم يعد أصلا بيد الدولة العراقية ننتقل الآن وإياكم إلى صحيفة الكتابات ومقال تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذا المقال نقرأ من سمير داوود حنوش يقول داوود حنوش الكاتب لهذا المقال صراعا طائفيا أثار ضجة كبيرة في العراق في بلد أصلا مثقل بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشاكل أخرى كثيرة يتساءل حنوش عن التوقيت والغاية من هذا التعديل الذي يجيز سواج القاصرات ويعيد العراق إلى الوراء تماما حيث يرى الكاتب أن النخب الحاكمة في العراق اليوم التي تدفع بهذا التعديل تعيش حالة من التناحر والانقسامات الداخلية ولا تتفق إطلاقا على رؤية وطنية مستقلة تخدم البلد والمواطن وبينما تواجه البلاد التحديات الكبيرة مثل البطالة والفساد يركز البعض الآخر على قضايا هامشية للغاية تلهي المواطنين عن مشاكلهم الحقيقية لم تجد النخب الحاكمة أي مشكلة تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلت جميع مشاكله من القضاء إلى البطالة ومكافحة المخدرات وخلو المجتمع من حالات الانتحار والطلاق التي بدأت تتكاثر والسرقة والعنف الأسري والقتل الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد عوائلهم بالسبب سلطة الإسلام السياسي التي حطت على العراق بعد عام 2003 انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك للسيادة وفساد طاغ بات يزكم الأنوف وتفسيخ البلد وبيعه بالتقصيد وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يرهق كاهل العائلة العراقية لم يبقى سوى من يؤيد زواج القاصرات وبين من يعتبر ذلك سوقا للجواري يراد إرجاع العراق لولاية الفقية مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي والسياسي أن المنظومة السياسية العراقية تتكون من نخب مشتتة ينظر كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب والاهتمام بمصالحه الضيقة بالمحصلة فإن هذه النخب تتحمل تغاوي أركان الدولة وتجعلها تتآكل في نهاية المطاف وفي مقال بعنوان نائب بأكثر من وجهه يتناول أعلي حسين بصحيفة المداز دواجية الخطاب لدى بعض النواب في العراق يشير الكاتب إلى النائب رائد المالكي بالتحليل الذي دعا مؤخرا إلى تعليل قانون الأحوال الشخصية هذا المثير للجدل في العراق بينما يسعى للحصول على امتيازات جديدة للنواب ينتقد حسين هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الديني والتصرفات العملية ويرى أن هذا السلوك يعكس أزمة أعمقة في النظام السياسي العراقي الحالي حيث يسعى السياسيون إلى استغلال مناصبهم لمصالح شخصية بحتة على حساب الشعب يسخر الكاتب هنا من هذه التناقضات متسائلا إلى متى سيستمر العراقيون في تحمل هذه الازدواجية من نوابهم تعجبته أن أجد نائب الفضيلة والشرع يطالب بإجراءات تعديلات على قانون مجلس النواب من أجل مزيد من الرواتب والامتيازات في الوقت الذي يشغل الناس بقوانين قرقوشية التي يريد فرضها على الشعب العراقي وستندخش عزيز القارئ عندما تعرف أن النائب الآخر الذي يصر على بحبحة الامتيازات هو النائب محمد الزياد الذي خرج علينا في الجلسة الأولى للبرلمان وهو يرتدي ملابس ممزقة قال حينها إنها تضامن مع فقراء محافظته المثنى وبعد سنوات من جلوس الزياد على كرسي البرلمان انترك الملابس الممزقة وركبة تاهو فيما لا تزال محافظة المثنى تحتل المرتبة الأولى في الفقر حسب إحصائيات وزارة التخطير من المثير أن النائب رائد المالكي وهو يتحدث عن الحق والعدالة نجده بغفلة من الناس يقدم طلبا بضرورة منح الساد النواب سيارات حنيثة أسوة بأبناء الشعب العراقي الذين يتمتعون بخيرات التنمية والصناعة والزراعة التي ازدهرت في أثناء جلوس النائب رائد المالكي على كرسي البرلمان ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا للكاتب مثنى عبد الله بعنوان ما دلالات اختيار السنوار زعيما لحماس وما أثره على المفاوضات يتناول الكاتب تأثير انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في غزة على الساحة السياسية والمفاوضات يرى الكاتب ان اختيار السنوار الذي يجمع بين الخبرة العسكرية والسياسية يعكس تمسك حماس بخيار المقاومة ويبعث برسائل قوية لإسرائيل والولايات المتحدة على الرغم من التحديات التي تواجه الحركة يبدو ان القيادة الجديدة لحماس مستعدة تماما لمواصلة النظال والتمسك بثوابتها مما يضع تحديات جديدة امام اي محاولات للتفاوض معها يمكن القول وبثقة تامة ان المفاوضات ليست صادقة وهي مجرد وسيلة لاستغفال الرأي العام الداخلي والخارجي املا في اتاحة الفرصة لإسرائيل لتحقيق انجازات على الارض كما يتوهمون وتبقى الولايات المتحدة كاذبة في هذا الشأن على الرغم من اشراك الاطراف العربية فيها فهل يعقل ان الولايات المتحدة ليست لديها اية امكانية للضغط على اسرائيل نعم لديها امكانية لفعل ذلك ولكن القرار هنا هو تفهم لرغبة نتنياغو واليمين الاسرائيلي المتشدد لان المعركة هي معركة استحقاقات عديدة حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية الامريكية فهناك توجه مبني على اعتبارات انتخابية ان انتخاب يحيى السنوار على رأس المكتب السياسي لحركة حماس كان من وحي المرحلة وفيه تأكيد لجملة من الحقائق في مقدمتها امساك السنوار بزمام الامور في قطاع غزة حربا وسلما استعداد حماس لحرب طويلة ان اراد الطرف الاخر ذلك تصميم حماس على عدم السماح لأحد بانتزاع حقها في ادارة القطاع بعد الحرب وان وقف اطلاق النار يمر عبر مرجعية حماس وقائدها يحيى السنوار كما ارادت الحركة ان تبعث رسائل واضحة لا لبس فيها من خلال هذا الاختيار وهي ان الحركة ما زالت متعافية وتستطيع ان تجتمع على رأي واحد وتتخذ قراراتها بشكل واقعي عكس ما يظنه البعض من انها باتت عاجزة عن فعل ذلك بسبب الظرف الحالي وفي صحيفة لوفيغارو الفرنسية كتبارينو جيرار مقالا بعنوان دلالة التوغل الاوكراني في روسيا ما هي الدلالة؟ ينقش الكاتب هنا رسائل الجيش الاوكراني من خلال توغله في منطقة كورسيك الروسية حيث يرى جيرار ان هذا التوغل يحمل رسائل مهمة كثيرة لثلاثة اطراف رئيسة الشعب الاوكراني الشعب الروسي والحلفاء الغربيون من خلال هذه العملية يسعد جيش الاوكراني يقول الكاتب لا رفع معنويات الشعب وزعزعة الثقة في القيادة الروسية وإظهار قدرته الكاملة على المبادرة أمام الحلفاء الغربيين الذين يواصلون دعمهم لاوكرانيا يعتبر الكاتب هنا أن هذه الخطوة تعد تحركا استراتيجيا يعكس تماما قدرة الاوكرانيين على المواجهة والتكيف مع تطورات الحرب من الناحية التكتيكية سمح هذا التوغل للأوكرانيين بتحرير جبهة دومباس من خلال إجبار الروس على سحب جنودهم هناك وإرسالهم كتعزيزات إلى منطقة كورسيك كما أن له نطاقا استراتيجيا ولا نستطيع أن نجده في كمية الأراضي التي تم غزوها وهي قطعة صغيرة مقارنة بمساحة روسيا الشاسعة بل في الرسائل القوية التي تمكن أو تمكن من نقلها إلى الجماهير الثلاثة الحاسمة بالنسبة لأوكرانيا من الواضح أن الجمهور الأول هو الشعب الأوكراني حيث أنه من المهم أن تظهر النخب الحاكمة في كييف لأمتها أنها ليست فقط غير انهزامية بل إنها قادرة أيضا على المبادرة والابتكار والحفاظ على السر من أجل تجنيب القوات تأثير المفاجأة من العدو ويشكل الروس القادة والسكان على حد سواء الجمهور المستهدفة الثانية للسراتيجية الاتصال الأوكرانية التي تخبرهم أنه يجب عليهم نسيان فكرة الحرب المريحة مع تجنب المدنيين الروس العاديين ويتسعى إلى إيقاظهم سياسيا وجعلهم يسألون رئيسهم ما الفائدة التي جلبتها لنا بالضبط يا فلاديمير في حربك ضد أبناء عمومتنا الأوكرانيين يضيف رينو جيرار وحتى فلاديمير بوتين يبدو أنه تلقى رسالة إذ أوضح علنا أن الأوكرانيين يسعون بلا شك للحصول على تعهدات من أجل الوصول إلى وضع أفضل على طاولة المفاوضات أحداث الحلقة مستمرة وبعد الكاريكاتور اشتركوا في القناة أهلا بكم جديد وعن علوم الفضاء نشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرا عن اكتشاف باحثين لخزان كبير من الماء السائل تحت سطح المريخ باستخدام بيانات من المركبة إنسايت التابعة لوكالة ناسا حيث قدر العلماء أن كمية المياه الجوفية قد تكون كافية لتغطية كامل سطح المريخ بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد واثنين ومع ذلك يقول الخبراء إن الخزان من غير المحتمل أن يكون ذا فائدة كبيرة لأولئك الذين يسعون للاستفالة منها لتوفير المياه لمستعمرة مستقبلية ربما تكون على المريخ ويقع هذا الخزان في الشقوق الصغيرة والمسام بالصخور في وسط قشرة المريخ على عمق يتراوح بين 11.5 و20 كيلومتر تحت السطح وقال فاشان رايت زميل ما بعد الدكتوراء السابق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والذي يعمل الآن أستاذا مساعدا في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دياغو فهم دورة الماء على المريخ هو أمر حاسم ونقطة انطلاق مفيدة للغاية لتحديد مواقع المياه وكمية ما هو موجود أصلا منها وأصل العلماء مؤخرا على الأرض كثيرا من المسبارات والمركبات الفضائية إلى المريخ لاكتشاف ما حدث للماء الذي كان موجودا واكتشف على الكوكب قبل نحو ثلاثة مليارات عام وكذلك لمعرفة متى أحدث ذلك وما إذا كانت هناك حياة أصلا على كوكب المريخ من عدمها أو كانت موجودة أصلا في السابق نتابع وإياكم فيديو اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة